هنروح لمنتخب الجنباز وهذا المنتخب برئاسة أو هذا الاتحاد برئاسة دكتور أهب أمين واللي الحقيقة لا يكل ولا يمل وبيحاول دايما يدور على الأفضل منتخباته منتخب الجنباز الإقاعي يشارك في بطولة كأس التحدي برومانيا استعدادة لأمبيات باريس باعتت منتخبنا الوطني لجنباز الإقاعي سفرة امبارح لمدينة كلوج نايوكا المدينة الرومانية ولمشاركة في بطولة كأس التحدي واللي تتلاقي في الفترة من 12 إلى 14 يوليو اللي احنا فيه وده في إطار خطة الاتحاد اللي استعداد بقوة للمشاركة في أولمبياة باريس 20-24 ببس المنتخبنا الوطني للجنباز الإقاعي كل من أمينة صباح وفريد حسين ولمار بحيري وجهارة الديب وعبير رمضان ومعاهم طبعا المهندس والسرنجاوي طبعا عضو مجلس إدارة الجنباز وأحد يعني الشخصيات أو الكوادر الرياضية اللي شغالة بشكل كبير جدا بنجاح جوه واتحاد الجنباز وأيضا من خلال كمان اللجنة الأولمبية المصرية وبيستعد منتخبنا الوطني من خلال بطولة دي لخد منافسات دورة الألعاب الأولمبية رقم 33 وستطيع فالعاصمة الفرنسية باريس من خلال من فترة من 26 أغسطس شهر القادم حتى 26 يوليو جاي لغاية 11 أغسطس القادم برضو إن شاء الله عمر البطولة أسبوعين أو أولمبيات أسبوعين هتبقى حدثة متسرعة كل فرنسا الحقيقة متكدفة عشان تخرج أو تتنظم البطولة دي أو الأولمبيات بشكل جيد منتخب الجنباز اللقاعي كان حقق الماداليا البرونزية في منافسات الشريطة والكرة في بطولة الفرعنة الدولية اتعملت طبعا أكيد في مصر على الصدر رقم واحد باستاذ القاهرة في فترة من 28 و 30 كل اللي شايفينه ده في إطار طبعا الاستعداد الجنباز لأولمبيات باريس 20-24 طبعا الأولمبيات منتظم منهم ماداليا؟ لا أنا بكلمكم بكل وضوح لسه المشوار طويل أنت النهار ده عشان تعد لعب جنباز ياخد ماداليا أنت عايز له في الأربع سنين أنا كنت سألت الدكتور إيهاب أمين تقريبا أنت محتاج لا يقل عن مليون دولار مليون دولار عشان تستطيع أن أنت تعد لعب يقدر ياخد ماداليا طيب الاتحاد شغال إزاي؟ الاتحاد شغال بالإمكانات الموجودة عنده بدعم الوزارة الشباب ورياضة بمدعم كمان للجنة الأولمبية كل دول بيدعموه في هذا الاتجاه ولكن لسه المشوار طويل على الجنباز عشان ندر أن ننافس أو يعني نتمنى ماداليا الأولمبية المشوار لسه كبير محتاج عمل وجهد لسنوات طويلة ودعم مادة كمان لسنوات طويلة